فريق كايزر تشيفز النهاردة ساعة عشر الصبح غادر مطار جوانيس بيرج للوصول إلى المغرب طائرة فريق كايزر تشيفز عتاخد وقت لأن طبعا المسافة بين جنوب إفريقيا للمغرب مدة طويلة جدا عتت خلالها طبعا رحلة ترانزيت في إحدى الدول الأسيوية ومن ضمنها مباشرة أو من خلال بعد هذا الترانزيت السفر مباشرة إلى كازابلانكا فريق كايزر تشيفز عيصل الليلة من بكرة هيبدأ الاستعداد وخلال الفترة الأخيرة فريق كايزر تشيفز كان موجود في معسقر مغلق لمدة أسبوع كامل في مدينة اسمها بليكواني مدينة بليكواني دي بعيدة عن جوانيس بيرج حوالي 150 كيلو متر ودي المدينة اللي أهلي لعب فيها مبرامة سي سبورت عام 2011 سوبر سبورت عام 2011 في دور أبطال إفريقيا النهاردة نقدر نقول فريق كايزر تشيفز يعني عيصل المغرب بدون حوالي 6 لعيبة كان طبعا عارفين مسألة عدم تجديد التعاقد وتجديد التعاقد كان واخد شوية من وقت المسؤولين هناك لكن في 6 لعبا مش هيكونوا موجودين مع الفريق من أصل قائمة فيها 30 لعب في مباراة الفاينال بنتكلم عن بيترسون حارس المرمى هو مش أساسي ولا احتياطي لكن مش هيكون موجود في المباراة هالانتي نانج نيجيجوبو مبيلسو اسيكوتا دول مش هيكونوا موجودين مع الفريق لكن بنتكلم عن عناصر أساسية خامة بليت موجود مع قائمة كايزر تشيفز في المباراة من ياما بيرنارد باركر سامير نوركوفيتش كلهم موجودين في عناصر أساسية موجودين في رحلة الفريق وطبعا تبتكلم على فريق لم يصل من قبل نهاية دورة أبطال إفريقيا فبالنسبة له حلم كبير سابق للأهل الفوز على فرق جنوب إفريقيا في النهاية قبل كده مرتين فاز على سانداونز في 2001 فاز على أورلاندو بايرتس عام 2013 في استاد المؤولين العرب ده يكون النهاية التالت للأهل مع فرق جنوب إفريقيا الأهل سبق لين نواجه فريق كايزر تشيفز في السوبر لكن ده كان لقاء سوبر في مصر بما أن الأهل كان بطل دور الأبطال لكن كان نهاية دور الأبطال ده أول مرة فريق كايزر تشيفز يصل إلى هذه المباراة فريق كايزر تشيفز نسافر ببعثة قوام حوالي 26 لعب وعدد كبير جدا من مسؤولي النادي رئيس النادي والمدير الرياضي ومديرة التسويق وأكتر من مسؤول إداري هيكون موجود مع الفريق لو بنلقى الضوء على أبرز العناصر الموجودة فريق كايزر تشيفز عنده ست لعبين أجانب في القائمة الرئيسية حارس المرمة هو نيجيري دانيل إكيري رقم سبعة كامولي من زنبيا رقم تمانية ديفيد داكاسترو من كولومبيا رقم تسعة الرأس الحربة سامير نوركوفيتش من سربيا رقم حداشر خامة بليات من زنبابو طبعا أحد أبرز اللاعبين كان موجود في سانداونز عام 2016 وإحدى اكتشافات تابيتسو موسيباني هو حاليا موجود في كايزر تشيفز بعيد عن المشاركة الأساسية بسبب إصابته القديمة لكن موجود مع البعثة لسه في استعادة لياقته البدنية لكن وراء ربحها بالنسبة لباكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز وأخيرا رقم أربعتاشر كاتسيندي من زنبابوي ست لعبين أجانب في التشكيلة الأساسية بالنسبة لفريق كايزر تشيفز عندهم اتنين لعيبة ودي آخر معلومة ومعلومة مهمة جدا بالنسبة لكايزر تشيفز كنا نعرفين منتخب مصر الأولمبي ضم من الأهل حوالي ست لعبين اتنين موجودين معاه حاليا ناصر ماهر ورمضان بيكهم وأربع لعبين هينضموا بعد الفاينال الإفريقي أيضا نفس الأمر كايزر تشيفز فيه اتنين لعيبة من صفوفه هينضموا للمنتخب اللومبي في جنوب إفريقيا ولكن عاقب الفاينال زي ما حصل مع منتخب مصر رقم 15 نجوسومو ده لعب خط الوسط هيكون موجود في دور التوكيو مع منتخب جنوب إفريقيا وده لعب أساسي لعب مباراة الوداد الزهاب والإياب وأيضا كمان رقم 23 بيتر فروسلار ده لعب على أعلى مستوى إمكانياته رهيبة لعب يلعب بسرعة شديدة جدا لعب يلعب في الطرف الأيمن كان هو اللي صنع الهدف لسامير نرجوفيتش في مباراة الوداد المغربي ده هيكون موجود مع منتخب جنوب إفريقيا عاقب مباراة كايزر تشيفز والأهلي وبالمناسبة لو بتتكلموا على تشكيلة كايزر تشيفز انت بتتكلم في عدد من العناصر حوالي أربع لعيبة ما بين مواليد 97 و99 ففريق عنده طاقة فريق عنده شباب فريق بيأمن جدا بحزوزه في نهاية دور أبطال إفريقيا